على الاطراف هناك صوت خافت للهدوء وهنا على هذه الارض تحديدا تفصل الحدود بين العراق وجيرانه لكنه فصل منقوص يفتك به التسلل على يد الارهابيين وابرزهم داعش العراق وسوريا جريحان في مهب رياح الارهاب نفض العراق غبار التخيم الداعشي فانتصر عليه كقوة عسكرية لكن الفلولة والخلايا تدفع بصوت الرصاص وتكرار قصص الموت على الاطراف من سوريا الى العراق لا تزال المطامع الخبيثة بعناصر بشرية ارهابية وعتاد دموية تحاول جميعها الفتك بامن الحدود والدخول من جديد الى صناعة الموت في الداخل العراقي فيأتي التوجيه المباشر من رئيس الوزراء ضروريا وبترجمة واقعية تحيل العمليات المشتركة الى استخدام الية تتضمن الشروع باقامة اسيجة وكاميرات حرارية طفرة في الجهدين الامني والاستخباري بتنصيق المشترك مع الجانب السوري والتحالف الدولي كل ذلك لانهاء مشاهد التسلل الارهابي خلصة يتسلل الجبناء في خفاء الليل او في العلنة وهو المسلسل الذي يأكل طموح الحكومة العراقية في الوصول لمستقر امن يضمن سيادة الحدود كما سيادة الدولة بكاملها امن الحدود لا يقل اهمية عن امن الداخل العراقي قضيتان يبحث عنهم المنتظر لنتائج البرامج المفعلة والمتوقعة بعد ان وصل ملف العبث الامني وعبث التسلل الى حد يقارب على فقدان الامل بهدوء يفتح الطريقة امام خطوط الاستثمار والاقتصاد والتجارة اشتركوا في القناة